بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا يا سادة بنكمل عملنا مع اصحاب السعادة بان احنا نتكلم كمان معاهم عن التوافق والوصول للسعادة بنخلي زي ما احنا بندعم المقبلين على الزواج وحديث الزواج كمان بندعم كل الازواج بان احنا نتكلم عن بعض الاشياء التي ممكن تطرق على الزواج لان الناس بيتغيروا احوالهم بتتغير وعن نتكلم النهاردة عن حاجة عن مشكلة في الحقيقة حلها لابد ان احنا نتكلم عنه بصراحة لان في بعض الاحيين ترك المشكلة دي وتركها تزداد فهي في الحقيقة بتبقى زي كرة السلج او زي كرة اللهب بحسب ما هي موجودة في البيوت هنتكلم عن مشكلة بتحصل والناس بتسكت عنها لغاية ما المشكلة دي تنفجر بنتكلم عن ايه بنتكلم عن البرودة الزواجية والشقاق اه بنتكلم عن البرودة الزواجية والشقاق اقصد بدأ ان المشاعر تدخل الفليزر وتبقى المشاعر بردة فالبرودة الزواجية هي ان كل واحد من الشريكي الحياة بيكون في حتة عاطفية وموجدانية عن التاني وعشان كده سميناها شقاق هي في حتة وهو في حتة هي قاعدة على طرف الشاطئ ده وهو قاعد في الشاطئ التاني فكل واحد واحد في الشارق وواحد في الغرب حتى لو كانوا قاعدين في نفس المكان فالتباعد تباعد قلبي تباعد عاطفي تباعد كمان ممكن يكون قيم وممكن يكون انساني بس فيه تباعد هي بتقول انا اتجوزت عشان احس بالامان بس انا مش حاسة بالامان ده المخاوف زادت انا حاسة بالبرودة اللي هي برودة البرودة اللي بتيجي مع المخاوف حتى لو كان هو موجود في البيت هي عندها بدل هو موجود في البيت انا لابد ان انا احس بالامان احس بالدفء أحس بإني في حد حميني في بطلي موجود في المكان بحس إنه هو مش فهمني ومش حس بيه أصلا وما بيقدرش يقرب مني في الحقيقة حتى لو كنا قريبين جسديا وهو بيقول ما بلايش منها رعاية وحنان ولو قوف جنبي وبحس دايما إن أنا عايش لوحدي ومع عنديس صدر حيني ممكن يساعدني على تجاوز الصعاب صحيح هنا فقد لمعنى مهمة جدا جدا وخاصة لو كان المعنى ده حضرت النبي بتكلم فيه على أي بيئة فما بالك ببيئة الزواج اللي هي البيئة الأصغر اللي بتنتشر بعد كده وتصنع البيئات الأكبر المسلم المسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا لا ده مش بنيان دول حجرين كل حجر مرقى في مكان بعيد عن التاني البرودة هي اللي بتزيد وتوصل إلى حد لما يوصل لابتعد إلى حد الشقاق ومن القياسات اللي بنشوف فيها هل وصلنا لحد الشقاق هم بيسلموا على بعض ولا لا يعني هو يدخل البيت بيسلم على زوجته ولا لا هي بتسلم عليه ولا لا ولا لما يتقابلوا كأن ما يعرفوش بعض فييجي فهي تيجي تقول ده حتى ما بيرميش عليها السلام السلام بتاع المسلمين ما بيرموش السلام ده هو الحالة اللي حدث أنه يتكلم معنا فيلتقي فيعرض هذا بواجه ويرضع هذا بواجه وهو يقول ده حتى جرابي إنما جاء الله طب حتى جرابي تسلمي عليه تقول لي أنا أسلم عليه بعد ما أنا ما سلمت عليه وهو ما ردش علي فاعرف أنهم وصلوا إلى حد الشقاق لأن السلام ده حاجة لطيفة ممكن إنسان بيعملها بشكل عادي لكن لما نوصل حتى الأشياء العادية مش قادرين نعملها وبقت تقيلة علينا فبنحس إن إحنا فقدنا الونس وفقدنا الإحساس ببعضنا الزوجين اللي بينهم شقاق بيكون عندهم مشكلة إنهم بيعيشوا ما عندهم مشكلة إنهم يعيشوا بنحن وغالبا كل واحد بيعيش بأنا ويبقوا في الحقيقة موافقين على ويبقوا في الحقيقة مش موافقين ومش موفقين في مسألة التحمل للاندماج والتوافق لكن هم موافقين على التبعية إن كل واحد يجي وراء التاني وكل واحد يمشي وراء التاني وعشان كده هم في الشقاق كل واحد بيجذب التاني إلى مكانه مع إن المسألة كانت ممكن تبقى سهلة مع كلام حضرة النبي إيه هو؟ لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسه بس كل واحد بيجذب التاني عشان يبقى تابع له المشكلة اللي بتواجهنا في الشقاق إن لو واحد قرر إن هو يتنازل وأنا بالمناسبة أنا شخص لا أحب مفهوم التنازل في مسألة الزواج إيه دا؟ يعني أنت متحبش إن كل واحد يسيب حاجة للتاني آه بس مين قال لن دا اسمه تنازل؟ مين قال له دا اسمه النزول؟ دا حكمة وما يؤتى الحكمة فقد أوتي أخيرا كثيرا اللي احنا بنسميه تنازل دا ترفع عن الصغائر اللي احنا بنسميه تنازل دا بيبقى عبارة عن إنسان حريص كل الحرص على إن الحياة تبقى مستقرة يبقى دا ما يستحقش إن هو تسمى تنازل يبقى كل واحد إذا قرر إن هو يتنازل التاني مش عايزه يتنازل في موقف بس دا عايزه يتنازل على طول في الشقاق كده وكل واحد في الشقاق نلاقيه متربس ومترس في مكانه كل واحد شايف إن صاحبه مش على حقه وهو اللي على حق ولو ترك حقه ضاعت الدنيا والمعركة بتبقى معركة سفرية وبيبقى إيه؟ وأسوأ ما في الشقاق إن كل واحد فيهم بيطلع السلوك العرياني يعني إيه؟ بيطلع أسوأ ما في التاني لأنه عارف المفاتيح فبيفتح بالمفاتيح فيطلع أسوأ ما في التاني فبقى كل واحد فيهم إيه اللي حاصل؟ وجوده بقى ضاغط على التاني وبقى وجوده خطر على التاني في حالة الشقاق بيتم استخدام للأسف بيتم استخدام الأولاد والعلاقة الخاصة كأسلحة من الطرفين فيتم جذب الأطفال ومحاولة جذبهم وإدخالهم في كل فريق أو في كل صف من الصفين ويمتنع الاتنين عن العلاقة الخاصة كنوع من أنواع العقاب والأولاد بيضيعوا في المعركة دي فيحصل الانشقاق الوجداني ويحصل الشقاق الوجداني داخل الأولاد اللي بيهددهم بالاضطرابات نفسية أكيد هتكون عواقبها مخيمة وأقل حاجة ممكن نشوفها زيادة الألأ والاكتئاب واحتمال انحراف السلوكي عند الأولاد أو البنات فيبقى الأولاد جرحة وأسرى نتيجة هذه المعركة نتيجة معركة الشقاق بعد كل اللي بيعملوا ده الزوجين في حالة الشقاق بيبقى كل واحد فيهم بيحس إنه فقد ذاته فقد هويته طول الوقت يشايف نفسه لابس خوزة وماسك درع وماسك سلاح ومستعد إنه هو يقاتل ويحصل هجوم ويحصل ويدفع عن نفسه فكل كلمة بيبقى لها أسرها الوخيم وكلمة من الأولاد الصغيرين ممكن المفروض كانت تفوقهم إنه يقولوا لهم أنا مش قادر مش قادر أستحمل ده إيه اللي حاصل بس ده ما بيفوقهمش فالولاد بيبقوا في حالة رضية بيبقوا حاسين إنهما ما عندهمش أب وأم بيحسوا إنهما عايشين في الفراغ بغير أب وأم لأنهما عايزين يعيشوا في أسرة وبيضطر الأولاد لو كنوا عايزين يعيشوا في أسرة لازم يعيشوا في أسرة منشطرة إما مع الأب أو مع الأم وتحصل الطعنات ويحصل بقى ما لا يحمد عقبها أكتر حاجة بنشوفها في مسألة الشقاق إن الناس متصورين إنهما بيقولوا كل حاجة هو ما بيقولوش أي حاجة حتى لما بيتكلموا ويتخنقوا كل واحد فيهم عنده إصرار إنه ما يسمعش غير نفسه حاجة كمان بتساعد على الشقاق تلات مفاهيم في الجواز بتخلي الجواز بقى مجاهز للشقاق الأول إن الجواز مبني على الصراع إن كل واحد يثبت نفسه قدام شريك حياته فأيه اللي يحصل في وجهة نظره صحيحة وكل اللي بيقولوشريك حياته غلط فيبقى الجواز عبارة عن حلبة مصرع عايز كل واحد فيهم إما يكسب بالضربة القضية أو بالنقط أو الحالة التانية بقى إن الجواز يبقى بيزنس بيزنس يعني إيه أنا عادت أقول للناس بقى لاش كلمة إن الجواز شركة الجواز شركة الجواز شركة عشان الناس بتحس إن الجواز بيزنس أنا بدل الجواز شركة الجواز شراكة الجواز اندماج الجواز مولود جديد لكن الجواز شركة أنا دخلت أتجوز فلو ما حصلتش الربح اللي أنا عايزه والجواز ده يقولك الجواز ده وقفت عليه بإخسارة يبقى أنا أعمل ليه لو الجواز ده وقفت عليه بإخسارة أفكه أسيبه ونتطلق ده المفهوم التاني الخطر على مسألة الجواز واللي بيوصلنا إلى البرودة الزواجية المفهوم التالي إن الجواز تجربة يعني إيه تجربة قدير من نجرب لعيشها مع بعض يعني إيه أنا امبسط ومزاجة عدل يبقى خلاص الجواز ده حلو هنكمل هنكمل لغاية ما إيه لغاية ما المزاجة يتقلب لكن مفيش حاجة اسمها إيه كما قال حضرت النبي لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر الرضا فالرضا مش موجود حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فهم ألفاظه في تطبيقه إن الجواز أوسع من المفاهيم التالتة الخطر علينا إن الجواز عبارة عن بيزنس إن الجواز عبارة عن صراع إن الجواز عبارة عن تجربة لا الجواز أوسع من كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا إن الجواز أوسع من المفاهيم دي وفهمنا إن الجواز باب أوسع أبواب السعادة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكم ترفع إلى في زوجتك الصدقة وحضرته صلى الله عليه وسلم يقول خيركم وخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يعني الناس هيكونوا في خير ويكونوا في بركة لما يكون الواحد بيحب الخير وبيعمل الخير لأهله يبقى احنا لازم نفهم ده وإيه سوابه أنه هيكون بجوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهلي فالناس بتأتي تتعامل مع الجواز بسكر صراعي عشان كل واحد حاسس انه محدش حاسس به وعندنا فردانية ومزاجية مبالغ فيها فكل واحد فعله بينتظر ان التاني هو اللي يبادر وانا دايما اقول ان افضل طريقة او اسرع طريقة لبرودة الزواجية هو الانتظار عارفين احنا لما مننتظر بنحاس ببرد كل واحد منتظر ان التاني هو الذي يبادر ومع ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيروهما الذي يبدأ بالسلام فالانتظار يحسسنا بالبرودة الزواجية ويحسسنا بالشقاق كل واحد منتظر التاني فالانتظار بيكرس الغربة والغربة ليس فيها الا البرودة والوحشة والوحشة تؤدي الى الشقاق لان كل واحد عايحس ان الوحشة اللي جواه جات من الوحش ده اللي هو توحش علي اللي هو توحش علي وسبني الوحدي وقتها يذكر الناس ان انتو متجاوزين ونسألهم انتو متجاوزين ليه هل اتجاوزتم عشان كل واحد فيكم يربح اكتر من التاني وفيقولوا لا ما اصدتش كده وساعتها بيلتفت لشيء مهم فلو هو صادق مع نفسه يحس ان هو تجاوز عشان يثبت ان هو راجل بس ومش بالطريقة القديمة بتاعته انا راجل ولية كلمتي لا انا راجل بمعنى ااخد واعطي هي دي رجولة مش رجولة سيطرة ساعتها يفوق ومن اكرة ترسمات اللي في الزوجين المنشقين وانهم بينتظروا بنظرة في شدة الضيق نظرة ضيقة للزواج ايه اللي حاصل لما تيجي انا الموضوع ده محدش يقول علي غلطان وكأن المسألة كلها انهو ما يطلعش غلطان وفقط فهو لا ينظر لحياته الاسرية ولا ينظر لمستقبله ولا ينظر لعيلته ولا ينظر لنظر ربه اليه ولا ينظر حتى على مستوى الحدث هو تافه ولا كبير هو اما حاجة ما يطلعش غلطان فلازم دي هذه الكلمة كلمة مين الغلطان لازم ننتهي منها لكن نعمل ايه احنا مش عايزين في وقت الشقاق نسأل مين الغلطان لكن نسأل مين الحل مش قلت الشقاق انه بيبقى محتاج من الرشاد مش الرشاد زواجي بس بيحتاج كمان عليك زواجي لانه بيكون فيه خلل عميق وكل حاجة بنقراها غلط في البداية بيتم تبريد المشكلة من خلال الهدنة الزواجية انهم يبقوا محافظين على المسافات اللي بينهم لحد ما يتم منهلاج المشكلة النفسية اللي جواه عشان الدنيا ما تشتعلش وما تبقاش من اسألة ندخل فيها اطراف تاني للصراع عشان ننتصر تعالوا نقول شوية نصايح للزوجين في حالة الايه؟ حالة الشقاق اول حاجة عزل الاولاد عن منطقة الصراع بلاش والتوقف عن تمزيق الاولاد لان تمزيق الاولاد هيبقى اكتر حاجة مضرة لانه هيبقى مش هنقدر نتراجع لما نمزق الاولاد كتير اولا ممزقوا اولادهم ويدخلون في الصراع ما تتحلش ويعملوا فيها مبرر مع نفسهم فبلاش نرجع بلاش نعمل لموجع مشاعر الاولاد لان بعد كده العلاج هيكون خطر علينا ولا نهين بعض قدامه فنحمي فنمتنى احنا الاتنين ونحمي بعض ونحمي اولادنا كمان من المشاكل اللي تبقى فيها دي اول حاجة ما حد يستشير حد وهو مش متخصص كل واحد بيبقى عنده تاريخ عن التاني وخلال المناكفات بيحصل شوائد حاجات كده التاني ممكن يحصل ايه؟ يحصل ان هو يطلع عاله فاوقات ما بيغوصوا في المشكلة فيه بيحصل تدمير الذات فمحدش فينا يطلع مبرراته واحنا بنتكلم مع بعض فييجي يقول كلمة تاني يرد عليه واحد يقول كلمة تاني يرد عليه فيقول له انت كذاب ويقول لها انت على فكرة بيتلف ودوري فالكلام ده خطر اهم حاجة بقى وإحنا بنشتغل في مسألة البرود الزواجية ان احنا لازم يبقى في حاجة اسمها اول حاجة في علاج البرود الزواجية المبادرة خلينا اقول لزوجين والله اللي هيبادر ويقطع القطيع الزواجية ويقطع البرود الزواجية هيكون لي مكانة عظيمة في قلب الآخر اللي وقفين لتنين ضعفاء اللي هيبادر ويقول انا عايز اتكلم معك انت حبيبي واحنا محتاجين نتكلم مع بعض الشخص ده هو اللي هيبقى رصيده عالي في مسألة الحفاظ على الأسر ومحبة الأولاد فلذلك أول حاجة في البرود الزواجية لازم كل واحد يبادر طبعا لو حد يجي قال لي طب وانا مش قادر يستعين بالله يدخل يصر الركعتين كده ويدعي ربنا اللهم أعيني على أن أتجاوز هذا الجبل من الجليد هل أن أتجاوز وهمي وأن أستطيع أن أصل إلى قلب حبيبي وشريكي حياتي يلا الله سبحانه وتعالى احنا طول الوقت في سبعتاشر ركع بنون اهدنا السراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين استعين بالله على نفسك وتقدم والله العظيمة هتجد حلاوة حلاوة في قلبك أن أنت رايح تكسر هذه البرود الزواجية يبقى أول حاجة بادر تاني حاجة خلوا بينكم كل يوم كلام عن المستقبل والسعادة طب نعمل إيه في اللي فات أنا ما بحبش فيه أوقات بنعالج البرود الزواجية أنهما يعودوا ساعة يخلصوا كل اللي فات مش عايزين ده احنا عايزين نبتدي نتكلم مع بعض نصف ساعة عن المستقبل والسعادة نتكلم عن المستقبل والسعادة وكأنه ما كانش فيه برودة سابقة الأمر التاني نصنع الزكريات نبتدي نصنع الزكريات جديدة ما فيش مانع لما نيجي نبتدي نرجع تاني ونكسر البرود الزواجية أن احنا نروح يومين في المكان اللي احنا كنا ابتدنا في الجواز أو نروح يومين في مكان بنحبه مع بعض ده مهم جدا 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 اللي هو صناعة الزكريات لأن صناعة الزكريات دي بتحسس الناس لما تعمل زكرة جميلة جديدة بتحسس الناس أن حياة تبدأ من جديد الأمر كمان المهم في البرودة الزواجية أن كل واحد فيهم يعبر عن اشتياقه للتاني في فترة البرودة دي يقول له الحقيقة أنا كنت بنتظر أن أنت تتكلمني كان نفسي أسمع صوتك لأن صوتك عزيز علي أنا كان نفسي أحس بوجودك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نعبر عن أشواقنا وعن حبنا لأحبابنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأخبره أنك تحبه نرجع تاني ونتكلم عن حبنا وعن اشتياقنا ساعتها البرودة الزواجية هتتلاشى إن شاء الله بمدد الله وبعونه الذي ينظر إلى هذه البيوت بنظر الرحمة والمودة والسكينة والطمأنينة يا رب اجعل بيودنا خالية من البرودة مليئة بالنعمة مليئة بالوصال بكرمك يا خالق كل جمال جمّل بيوتنا واجعلنا على الدوام من أهل حرارة المحبة والنظر إلى نعمتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نتلقى سئلاتكم مباركة ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة